سيدات قطاع الأعلام حذيت بلقاء السيد الرئيس قبل قليل الذي كلفني رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للقانون المنظم للسلطة وعبر لي بالمناسبة عن تهانيه وعن دهمه دعمه لي في هذه المهمة في هذه المرحلة الحساسة ببلادنا نحب نشكر سيادته على كل هذا ونحب نستغل الفرصة بش نشكر أيضاً الأخ رئيس الحكومة حمد جبالي على كل الخدمات اللي قدمها واللي مازال يقدمها على رأس الحكومة اللي مازالت مستمرة وعلى تحليه بروح عالية من المسؤولية والديمقراطية ونحب نشكر كل الناس اللي رشحوني أو وضعوا ثقتهم فيها واللي ما وضعوش وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم كلهم توبش ندخل في مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة اللي إن شاء الله تكون حكومة كل التونسيين والتونسيات وتتصرف على هذا الأساس ومن هذا المنطلق باعتبارهم كلهم متساوون في الحقوق وفي الواجبات نساءً ورجالًا إن شاء الله في مرة أخرى نتحدثوا على الأولويات الوطنية في كل الأحوال بلادنا في هذه المرحلة محتاجة الجهود الجميع جهود الرئاسة وجهود التأسيسي وجهود الحكومة وجهود الأحزاب والمنظمات جهود الجميع حتى تتمكن من الاستقرار ومن النماء ومن إرساء الديمقراطية المنشودة أنا بطبيعة الحال أشعر بثقة لهذه المسؤولية التي رشحت إليها وأمل أنه كما يقول التوانسة نلقى القبول عند التونسيين والتونسيات عند الأحزاب والمنظمات عند العمال وأصحاب المؤسسات عند رجال الأعلام ورجال الثقافة ورجال الفن ورجال الوعظ والإرشاد وسائر المواطنين وإن شاء الله التوانسة الكل يكونوا ملتفين حول أهداف الثورة وحول مؤسسات الدولة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم